بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة الرابعة الموازنة الشاملة ومحاسبة المسؤولية موازنة التشغيل Operating Budgeting تتكون موازنة التشغيل من موازنات فرعية تبدأ ب موازنة المبيعات موازنة المغزون السلعي أو المغزون من إنتاج تام آخر المدة موازنة الإنتاج موازنة مغزون المواد الخام موازنة مشتريات المواد الخام موازنة العمل المباشر اللي هي الأجور المباشرة موازنة التكاليف الصناعية غير المباشرة وبهذا الترتيب لابد من هذا الترتيب لأن كل موازنة هتسلم اللي بعدكها موزنة المصروفات البيعية موزنة المصروفات الإدارية موزنة العمليات الأخرى قيمة الدخل التقديرية النوع الثاني الموزنة المالية Financial Budget منها موزنة المصروفات الرأس مالية الموزنة النقدية قائمة المركز المالي التقديرية قائمة التغيرات في المركز المالي ملاحظات على الموازنات التشغيلية والمالية نقول تعتبر موزنة المبيعات من أهم الموازنات من أهم الموازنات لاعتماد الموازنات الأخرى عليها وارتبطها بها وتعد على أساس تفصيلي وتحليلي لكل منتج ولكل منطقة ملحظة تانية ولا تختلف موازنة التشغيل في المنشآت الصناعية عنها في المنشآت غير صناعية كما وأن هيكل الموازنة المالية واحد في المنشآت المختلفة ملاحظة أخرى تستخدم الموازنة النقدية في تخطيط ورقابة النقدية بحيث يتم الاحتفاظ بقدر مناسب من السيولة لمواجهة احتياجات الشركة وبحيث لا يكون هناك عجز يعوق قدرة المشآت على سادات ديونها أو فائد غير مستثمر النقطة دي مهمة جدا يطلق عليها الموازنة بين السيولة والربحية الموازنة بين السيولة والربحية ويتم تقييم اقتراحات الموازنة من قبل لجنة الموازنة والتي تقوم بالمراجعة النهائية لها واعتمادها من قبل الإدارة العليا ترجمة نانسي قنقر